السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب ثلاثة سنوين نهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض نموذج متحان سرتين عام على المنهج. يلا نبدأ بسم الله. اول سؤال بيقولي وجد احد الباحثين نبات بر يحمل ازهار خنسة. خنسة يعني موجود فيها الاعضاء المذكرة اللي هي الاسدية وكمان المؤنسة اللي هي الكربل. تمام? قال لي خالية من البتلات. يعني ما فيهاش الاوراق الملونة اللي تجذب الحشرات. تمام? يبقى نخلي بالنا من خالية من البتلات دي. ولكنها تحمل العديد من الاسدية. ماذا تتوقع ان تكون طريقة التلقيح في هذا النبات? عمتا هنا طالما خالية من البتلات يبقى هنبعد عن الحشرات. تمام? لان الحشرات بتحتاج بتلات ملونة. فبيقولي زاتي او خلطي بواسطة الحشرات لا. واي اجابة هيبقى فيها حشرات خلطي بواسطة الحشرات هتبقى غلب. طب هنا ناخد زاتي او خلطي بواسطة الرياح ولا خلطي بواسطة الرياح. طالما هي خنسة يبقى ذاتي او خلطي بواسطة من الرياح. يبقى الاجابة بتاعتنا با. تمام? طيب. اه السؤال التاني بيقولي المعادلة التالية توضح احد التفاعلات البيو كيميائية داخل الجسم. ايه التفاعل ده? ده تفاعل نقل اللي بيحصل فيه طبعا الاول ده عبارة عن حمضة اميني. وده عبارة عن حمضة اميني تاني. تم الارتباط ما بينهم بربطة بابتدية لان بيتم ازالة مجموعة الاو اتش من مجموعة الكربوكسيل والاتش اللي هي الهايدروجن من مجموعة الامينة القاعدية. بيخرجوا هما اللي اتنين على هيئة جزئ من الماء اتش تو او. ويبتدي الرابط ما بين السي دي والان دي اللي هي الكربون والنيتروجين بربطة بابتدية. يبقى الرابطة اللي عندي دي رابطة بابتدية. تمام? الرابطة بابتدية. تمام يا شباب? والمركب كله على بعض اسم سنائي. الببطايت. وخرج هنا جزء ماء. يبقى ده تفاعل نازع للماء. طبعا بيتم في تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة بمساعدة انزيم. هو جزء من تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة. بقول لي ما موقع حدوث هذا التفاعل. هل بيحصل في تحت وحدة الريبوسوم الصغيرة ولا الكبيرة? لا الكبيرة. يبقى اي حاجة فيها تحت وحدة الريبوسوم الصغيرة هتبقى غالب. تبتحت وحدة الريبوسوم الكبيرة الحرة ولا تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة بمعقد الريبوسوم? لا تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة بمعقد الريبوسوم. ليه? لان طبعا احنا قلنا لما يكون الريبوسوم مش قائم بعمله في تخليق البروتين بتنفصل تحت وحدة الريبوسوم. يعني بتبقى تحت وحدة الريبوسوم الصغيرة حرة وتحت وحدة الريبوسوم الكبيرة حرة. يبقى هما الاتنين بيبقوا حريين لما ما يكونش فيه تخليق بروتين. لكن اثناء تخليق البروتين بيبقى اسمه معقد الريبوسوم. بتبقى تحت وحدة الريبسوم الصغيرة مع الكبير مرتبطين طبعا مع الامرن ايه وبيجي لهم التي ار ان ايه وحامل للحمط الاميني تمام يبقى نختار تحت وحدة الريبسوم الكبيرة بمعقد مين الريبسوم طب نشوف السؤال اللي بعده رقم ثلاثة بيقول لي الشكل المقابل يوضح عملية الاخصاف في انسى الانسان اي المراحل التالية تحيط فيها البويضة نفسها بغلاف طبعا هي بتحيط نفسها بغلاف بعد دخول رأس وعنق مين? الحيوان المنوي. هنا في المرحلة واحد لسه الحيوان المنوي الرأس بتاعته ما دخلتش. هنا في اتنين بيحاول اختراق لسه الغشاءهم. طيب في تلاتة خلاص دخلت رأس وعنق الحيوان المنوي. يبقى المرحلة اربعة دي اللي هي فيها افراز هنا. هنا البويضة بتكون غلاف حواليه نفسها عشان تمنع دخول اي حيوان منوي اخر. يبقى المرحلة اللي بتكون فيها غلاف هتبقى رقم اربعة اللي هي الاجابة جيم. طب السؤال اللي بعده بولي تحدث الاستجابة في اوراق نبات المستحية عند لمسها. اي مما يلي تعتمد عليها زي الاستجابة? اخدنا السؤال ده قبل كده. وقلنا اللمس بيعتمد على حركة الماء. تمام? مش حركة الاكسينات. يعني اي اجابة بالنسبة لنا هيبقى فيها الاكسينات هتبقى غلط. يعني الاكسينات فقط او الاكسينات والجدار الخلوي غلط. لان الاكسينات لها علاقة بالانتحاء الضوئي الانتحاء الارضي الانتحاء المائي. لكن اللمس بطبعا قلنا المية بتتحرك من الانتفاخات اللي بتبقى عند المحاور وتروح للانسجة المجورة فبتتدلى الورايقات وكأن اصابها من الزبول. يبقى ده بيعتمد هنا على حركة الماء. مش على الاكسينات. طيب هو الماء بيدخل من بيدخل من الغشاء البلازم اللي هو غشاء شبه منفز بيسمح بنفاذ الماء. وبيدخل للفجوات العصارية بالخاصية الايه? الاسموزية. تمام? يبقى هنا هيعتمد على الفجوات العصارية والغشاء البلازم مش الفجوة العصارية فقط. يبقى الاجابة بتاعتنا ده. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا تتكاثر بعض النباتات كالبطاطس خضريا حيث تقطع الساق الى اجزاء وينمو كل جزء الى نبات كامل. اي الاختيارات يعتبر صحيحا عن نوع التكاثر? تقطيع الساق ده تكاثر خضري نوع من انواع التكاثر اللاجنسي. والمحتوى الجيني للنباتة الاصلة بيبقى مطابق للخلية الام. يعني ايه مطابق? يعني مثلا متماسل. تمام? قال لي هنا. طيب احنا عايزنا نقعد تكاثر ومحتوى الجيني. قلنا لاجنسي. فين لاجنسي? لاجنسي في جين مودال. يبقى لاجنسي ومتماثل ولا لاجنسي ومتبايا? هتبقى لاجنسي ومتماثل لان ده تكاثر لاجنسي والمحتوى الجيني للخلايا النتجة بيبقى نفس المحتوى الجيني للخلية الام. تمام? السؤال اللي بعد بقولي من الشكل مقابل اي مما يلي يعتبر جزء من الجهاز المناعي. طيب عين دي خلايا بلعامي جزء من الجهاز المناعي. تمام? هي اللي بتروح ترتبط طبعا بايه? هي اللي بتعمل عملية بلعامة للانتجن للميكروب اهولي على سطحه الانتجن بتعمل تفتيت للانتجن بانزيمات الليزوسوم تمام? وبتربطها مع بروتين الام اتشي سي. تمين الخلايا اللي على سطحها مستقبلاته برضو ترتبش مع الانتجين دي الخلايا البيائية. تموه الاتنين الخلايا البلعمية والباقية هما الاتنين تبع الجهاز المناعي. طب صوت ده الميكروب وعلى سطحه انتجين. ده ميكروب. وعلى السطح بتاعه موجود هنا ايه? الحاجات الصغيرة دي عبارة عن ايه? عن انتجين. تمام. فاللي هنا بقى جاء الشكل اللي نوضح لده انه هو فيه تلات حاجات بس. سين صاد عين. منهم سين وعين هما اللي خلايا تبع الجهاز الايه? المناعي باقية وبالعمية. وبقى ادور على سين وعين. هلاقي سين وعين موجودين عندي فين فدال. لكن سين فقط ما تنفعش. سين وصاد صاد. اي حاجة فيها صاد ما ينفعش. لان ساد ده الميكروب على سطح الانتجين. تمام? هتبقى سين وعين. سؤال سبع. بيقول لي اي الصور التالية اعتمدت عليها فرانكلين في دراستها? فرانكلين اعتمدت على الشريط المفرد ولا النوكلسومات ولا البلورات ولا الكروماتين طبعا. بلورات. دي معلومة صريحة. اخدناها في الدرس. نشوف كده مع بعض. بيقول لي هنا استخدامت فرانكلين تقنية حيود اشعة اكس في الحصول على صور لبلورات من دي ان ايه عالي النقاوة. تمام كده? نكمل. سؤال تمانية. بيقول لي اشاك المقابل يوضح احد الاجراءات المستخدمة كوسيلة لمنع الانجاب. اي العمليات التالية تتأثر نتيجة هذا الاجراء. الاول اشوف الاجراء. الاجراء ده عبارة عن ايه? ربط الوعاء او الوعائين الناقلين. الوعاء الناقل. هو الوعاء الناقل وظيفته ايه? عشان اعرف هو هيتأثر ازاي? هو بينقل حيوانات المنوية من البربخ. اللي بيتم فيها نتخزين حيوانات المنوية بعد انتاجها من الخصية. تمام? بيتم نقلها الى قناة مجرى الايه? البول. يبقى اللي هيتأثر عملية نقل الحيوانات المنوية الى قناة مجرى البول. فبيقولي اللي هيتأثر افراز الهرمونات الجنسية? لا طبعا لان ده بتفرز من الخلايا البيناء في الخصية. انتاج الحيوانات المنوية? لا ده بيتم انتاجها من الخصية. حدوث المقسام الميوزي التاني للخلايا المنوية السنوية برضو بيحصل هنا في الخصية الانتاج الحيوانات المنوية. طيب خروج الحيوانات المنوية الى قناة مجرى البول? اه هو ده اللي هيتقص. حانات ما نواية هتتكون وهتتخزن هنا. بس عملية نقلها بقى الى قناة مجرى البول هي دي المشكلة. طيب. آآ السؤال اللي بعده بيقول لي هنا تسعة ازا كان مضاد الكودن الحمض البرولاين او البرولين. هو جي جي ايه. ماء السلاسية على شريط دي ان ايه? التي ينسخ منها مضاد الكودن. السؤال ده لي آآ طريقتين للحل والاتنين سهلين. تمام? في معلومة مباشرة اخدناها في الكتاب بتقول لي ان التتابع اللي موجود مضاد الكودن ده بيبقى على مين على تي ار ان ايه? تمام? بيقول لي التتابع اللي موجود على تي ار ان ايه بيشبه اللي موجود على شريط الناسخ بتاع الدي ان ايه. الا ازا كان طبعا في صيامين على الدي ان ايه بتتحول لي يرسيل على تي ار ان ايه. يعني لما قل لك ان التتابع مضاد الكودن جي جي ايه ده على تي ار ان ايه وانت عايز الشريط اللي بينسخ منه الكودن يبقى انا عايز الشريط من الناسخ فاقول له هو هو نفس التتابعة طالما ما فيش حرف تي اللي هو اه حرف يو فتبقى جي جي ايه زي ما هي واختارها على طول. تمام? طب لو عايز احلها بطريقة او بخطوات. اقول له انت عارف ان الجي جي ايه ده على تي ار ان ايه. ده مضاد كودن. طب لما يجيب الام ار ان ايه اللي قصاده? هيبقى سي سي يو. طب لما ارجع بقى لشريط دي ان ايه الناسخ اللي اتنسخ منه الام ار ان ايه هتبقى جي جي واليو هيبقى يقابلها ايه? فهي هي جي جي ايه. فاما اجيبها من المعلومة دي دايركت يا شباب. نشوف كده. يا اما نجيبها من المعلومة اللي احنا عارفينها قبل كده وشفناها كتير مع بعض. اهي. ان تتابع القواعد على شريط دي ان ايه الناسخ يتفق تماما مع القواعد النيتروجينية المناظرة لها على مضاد الكودن لتي ار ان ايه. يكون عارف ان النفس التتابع. اللي على تي ار ان ايه هشوفه على شريط دي ان ايه الناسخ الا ازا كان فيه رسيل على على تي ار ان ايه بيبقى سيمين على على تي ار ان ايه. تمام? فممكن اجيبها على طول زي ما انا حلتها كده وممكن امشها بالخطوات. اقول ده تي ار ان ايه يبقى الام ار ان ايه كزا يبقى شريط دي ان ايه الناسخ كزا. تمام? طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا سؤال رقم عشر. اي الخلايا دم التالية يمكنها ان تتحول الى نوع اخر من خلايا الدم البيضاء. طبعا احنا عارفينها دي معلومة مباشرة دي الخلايا وحدة النواة. قال لي بتتحول لخلايا بالعمية وقت الحاجة. شوفها كده مع بعض. قال لي ان الخلايا وحدة النواة دي. اهو. نشوف شكله ونفتكرها. الخلايا وحدة النواة. اللي هي المونوسايد. خلايا غير محببة. بتدمر الاجسام الغريبة. تتحول الى خلايا بالعمية عند الحاجة. والتي تلتهم بدورها الكائنات الغريبة عن مين? عن الجسم. تمام. يبقى عرفت دي. من غير ما بص للباقي الاجابات اللي بتحول لنوع اخر دي الخلايا وحدة النواة. طب نكمل. عندنا السؤال رقم 11. بقول لي ان نباتات الخشبية المسنة مقاومة للجفاف اكثر من النباتات العشبية. بتقاوم الجفاف عشان بتحتفظ بالماء وبتمنع فقد الماء. اي من المواد التالية مسؤول عن ذلك? السليولوز والليجنين والكيوتين ولا السيوبرين? لا السيوبرين. لان الاشجار المعمرة بيبقى فيها طبقة من الفلين مرسب فيها السيوبرين اللي بيمنع فقد الماء. تمام? طب نشوف الكلام ده اخدناه في الدعامة التركيبية رابع حاجة كده في الامسرة بتاعت الدعامة التركيبية. ادي الاشجار اهي عندنا اللي هي الاشجار المعمرة او المسنة. احاطة النبات اللي نفسه بتطبقها من خلايا فلينية غير منفزة للماء. مرسب فيها مادة السيوبرين. عشان كده اخترنا اجابتنا السيوبرين. طب السؤال اللي بعضه اتماشر بيقول لي ما الحالة التي لابد فيها من وجود فردين لاحداث التكاثر الجنسي? هو اغلب التكاثر الجنسي طبعا محتاج فردين. ولكن الاكتران الجانبي في تحلب الاسبايروجايرا محتاج قط تحلو بواحد فقط. النبات المشيجي للفجير اللي هو على شكل قلب ده بيبقى عليه الانثريديا والارشيجونيا. انثريديا بتنتج سابحات مهندبة وارشيجونيا فيها البويضة فما بيحتاجش فردين. هو النبات المشيجي ده حاجة واحد. الظهرة الخنصة بيبقى عليها الاسدية والكرابل اللي اتنين بيبقوا الاعضاء المذكرة والمؤنسة. لكن حشرة نحل العسل عشان يحصل تكاثر جنسي وتنتج اناس شغالات وملكات حسب نوع الغذاء محتاجة. مشيج مذكر من زكر نحل العسل ومشيج مؤنس من ملكة نحل العسل اللي يبقى الوحيد اللي هيحتاج هنا حشرة نحل العسل. طب السؤال اللي بعده بقى بيقول لي اذا كان عدد لفات عينة دي ان اي يساوي ستمائة لفة. تمام. فكم يكون عدد القواعد النيتروجينية في شريط واحد من هذه العينة? طبعا عدد القواعد النيتروجينية هو هو نفسه عدد النيوكلوتيدات لان كل النيوكلوتيدة بتحتوي على قاعدة نيتروجينية. طب انا دلوقتي بيقول لي ستمائة لفة. وهو عايز مني عدد القواعد في الشريط الواحد. اعمل ايه? اضرب في عشرة. ستمائة في عشرة يبقى بكام بستة الاف. ليه? ان احنا خدنا معلومة هنا في الدي ان ايه? بيقول لي ان اللفة الواحدة على شريط الدي ان ايه? بتتكون من عشر نيوكلوتيدات على شريط الواحد. طب لو قلنا على شريطين هتبقى كام? عشرين نيوكلوتيدة. نشوف كده مع بعض. اهو. بيقول لي هنا يلتف او يجدل سلم دي ان ايه? ككل بحيس تتكون كل لفة عشرة الواحد من عشر نيوكلوتيدات. ليتكون لولب او حلزون دي ان ايه? وبيتكون اللولب من شريطين يلتفان حول بعضهما البعض ليه زي يسمى الدي ان ايه باللولب المزدوى يبقى احنا هنا اللف عشرة الواحد بعشر نيوكلوتيدات يبقى انا خدت الستمية دربتهم في العشرة هيديني ستة لف نيوكلوتيدة يعني ستة لف قاعدة نيتروجينية تمام طيب نشوف السؤال اربعة عشر بيقول لي هنا الجدول التالي يوضح نتيجة تحليل هرموناي تي اس تي اتش اللي هو المحفز الغضة الدرقية والسيروكسين في دم اربعة اشخاص فهنبتدي نشوف النتائج نحقللها عشان نعرف السؤال بيقول الشخص واحد تي اس تي اتش عنده تلاتة والطبيعي يكون من الخمسة من عشرة لخمسة اقول له ده نورمل طبيعي طبيعي والسيروكسين مفروض يبقى من خمسة لاتناشر هو سبعة برضو ده ايه طبيعي ما فيش مشكلة طب الشخص اتنين لان ان تي اس تي اتش عنده زيرو بوينت وان واحد من عشرة واحد من عشرة ده يعني اقل من الخمسة من عشرة بكتير اهو يبقى هنا منخفض اعمل سهم التحت وبالتالي السيروكسين مفروض يبقى من خمسة لاتناشر لانات نين يبقى تركيز السيروكسين منخفض نتيجة انخفاض هرمونة الي هو نتيجة انخفاض الهرمون المحفز للدرقية عرفنا هنا السبعة تاب تلاتة استة من عشرة هيبقى في الرنج الطبيعي لان ده من خمسة من عشرة لخمسة يبقى هنا اقول له ده طبيعي تاب واربعتاشر هنا ده من خمسة لتناشر يعني هو فوق الطبيعي بشوية. تمام? زيت شوية. لان الطبيعي هنا عندنا من كام? من خمسة لاتناشة. طيب. آآ الشخص اربعة عنده هنا سبعة آآ التحفيز هنا من الغدة النخامية كتير جدا زيرو بوينت فايف لفايف يعني هنا من نص الخمسة وده سبعة. فهنا في زيادة في الغدة النخامية عملا تبع تي اس اتش كتير. ليه? علشان افرز السيروكسين مفروض من الخمسة لاتناشر وهو هنا تلاتة عشان السيروكسين منخفض. يعني دي زي نظام ايه? تغذية سلبية رجعة او رجعة سلبية. تمام? آآ يعني لما آآ لقت الغدة النخامية ان الغدة الدرقية كسلانة في افرزها الهرمون السيروكسين. تمام? فبدأ انها تفرز لها تي اس اتش كتير عشان يحفزها انها تشتغل. تمام? يبقى عرفنا هنا مشكلة او كل حاجة من دول فيها ايه? اي منهم يعاني من خلل في وظائف الغدة النخامية. طيب انا اتنين واربعة. مين? لان هنا ده اقل من الطبيعي والسبعة اكتر من الطبيعي. اختار اتنين ولا اربعة? لا اختار اتنين. ليه? لان اربعة ده طبيعي. المشكلة هنا في اربعة ده مشكلته في الدرقية. الدرقية هي اللي كسلانة والغدة النخامية عملة تبعها تي اس اتش كتير. تمام? يعني نقدر نجاوب اللي هو طبعا اتنين احنا عرفنا هنا نقص المشكلة ان في نقص السيروكسين هنا نقص افراز تي اس اتش من الغدة النخامية اللي بيروح يحفز الضرقية لكن هنا الغدة النخمية عاملة اللي عليها والزيادة هي المفروض تفرز لحد خمسة أفرازت لحد سبعة ولكن المشكلة في الغدة الضرقية اللي عندها نكسل أو نقص في إفرال هرمون السيروكسين طيب قال لي هنا في معلومة يمكن توضيع تغذية الرجعة السلبية من خلال هرمون الـ TSH المفرز من الغدة النخمية وهرمون السيروكسين المفرز من الغدة الضرقية فعندما ينخافض مستوى هرمون السيروكسين في الدم عن المعدل الطبيعي فإن ذلك يحفز الفص الأمامي للغدة النقامية لإفراز هرمون TSH وذلك لتحفيز الغدة الدرقية على زيادة إفراز هرمون من السيروكسين يبقى الجزء ده زي ما قلنا عليه تغذية رجعة سلبية أو سلبية رجعة زي ما قلنا لكن الرقم اتنين ده هو اللي عنده مشكلة فعلا في وظائف الغدة النقامية نرجع بقى للسؤال خمستاشر بيقول لي أي من ما يالي تتوقع حدوثه في مستوى الجلوكوز وهرموني الانسولين والجلوكاجون فيه الدم بعد مرور فترة طويلة من الصيام الواحد لما بيصوم بيقل عنده مستوى الجلوكوز وبالتالي هيقل الانسولين لأن الانسولين بيزيد بعد تناول واجبات عشان يقلل الجلوكوز وهيزداد مين الجلوكاجون فبالتالي الإجابة هتبقى رقم با طب نيجي للسؤال اللي بعده سؤال رقم ستاشر بيقول لي أي مما يالي وضح التوالد البكري الصناعي الخلايا اتنين نون بتنقسم ميوزي وتدي بويضات نون بيتم تنشطها طبعا بصدمة كهربية أو حرارية أو التعرض للإشعاع أو الرج أو الواغز بالقبر عشان يتضعف الصبغيات بدون إخصاب فهتبقى الإجابة عندنا دي طبعا كلنا فاكرين الكلام ده ولو مش فاكرين ممكن بسرعة بسرعة كده نشوف مع بعض عندنا هنا في التوالد البكري الصناعي اللي هو في نجم البحر والضفدع يتم تنشيط البويضات اللي هي بتبقى نون تمام بواسطة تعرضها لصدمة حرارية أو كهربائية أو الإشعاع أو لبعض الأملح أو الرج أو الواغز بالقبر فتتضاعف الصبغيات بدون إخصاب مكونة أفراد تشبهي الأم تماما يبقى احنا كده خلاص عرفنا ان هي الأول بتبقى الأم اتنين نون بتنتج بويضات نون بيتم تنشطها هنا بيبقى التنشيط عشان توصل للمرحلة اللي هي ايه نون طب سؤال سبعتاشر نركز مع بعض في السؤال ده بيقول لي ايه آآ ازا كان متوسط عدد الخلايا القاتلة الطبيعية في قطر الدم شخص هو 87 خلية كم يكون تقريبا متوسط عدد خلايا الدم البيضاء في هذه القطرة طب نركز مع بعضنا أنا أولا علاقة الخلايا القاتلة الطبيعية الانك مع الخلايا اللينفاوية ليه لان أنا عندي القاتلة الطبيعية دي بتمثل من خمسة لعشرة في المية من الخلايا اللينفاوية من الخلايا اللينفاوية طيب لما أنا هنا بيقول لي متوسط أخذ المتوسط بتعمل خمسة لعشرة اللي هو سبعة ونصف في المية طيب أنا هشتغل إزاي هشتغل بطريقة بسيطة جدا نقوله إذا كان أنا عندي الخلايا الإنكي القاتلة الطبيعية اللي تركزها سبعة ونصف في المية عملالي كان سبعة وثمانين خلايا ومال هنا الخلايا اللي مفاوية دي بقى من الخلايا اللي مفاوية الخلايا اللي مفاوية كلها دي مفاوية اللي هي نسبتها مية في المية خلايا اللي مفاوية هيبقى عددها كام طبعا بنعمل طريقة المقاص وقوله كده يبقى هنا عدد الخلايا اللي مفاوية بيساوي أضرب سبعة وثمانين في مية على سبعة ونصف هتطلع معايا الف مية وستين طب انت كده جبت عدد الخلايا اللي مفاوية هو عايز عدد خلايا الدم البيضاء أقوله تم ما أنا عارف إن عدد الخلايا اللي مفاوية ده اللي مفاوية أساسا بتمثل كاما أنا عندي الخلايا اللي مفاوية دي بتمثل من عشرين لتلاتين في المية طب والمتقصد بتاحها خمسة وعشرين في المية فأنا ببتدي نفس الشغل اللي أنا عملته وقوله إذا كان اللي مفاوية اللي هي نسبتها خمسة وعشرين في المية تمام مطلعة معايا عدد الف مية وستين ومال بقى الخلايا الدم الويد بلاد سيلز ده اختصار بقى ويد بلاد سيلز اللي هي خلايا الدم البيضاء كلها اللي هي نسبتها مية في المية حتى يبقى كام أعمل بقى المقص وقوله يبقى هنا عدد خلايا الدم البيضاء عدد خلايا الدم البيضاء بيسوي عدد خلايا الدم البيضاء بيسوي كام أعمل بقى المقص بتاعي وقوله الف مية وستين في مية على خمسة وعشرين هيطلع اربعة تلاف ستمية واربعين هيطلع النتيجة كده اربعة تلاف ستمية واربعين. ابص هنا على الاجابات هلاقي في اربعة تلاف وستمية هي اقرب حاجة ليه هيبقى الاجابة با. تمام كده يا شباب? تمام كده? يبقى احنا عملنا ايه? احنا خدنا متوسط الخلال القاتلة الطبعية سبعة ونص عددهم تمانية وسبعين. اما الليمفاوية اللي هي مية في المية. الليمفاوية دي اللي هي عبارة بقى عن كلهم القاتلة الطبعية والباقية والتاقية. هتساوي كام? فجبت عدد الخلايا اللي المفاوية دربت سبعة وتمانين في مية على سبعة ونص طلع الف مية وستين. ده كده المفاوية. طب ما انا عارف ان المفاوية المتوسط بتاح خمسة وعشرين في المية. قلت اللي هو بخمسة وعشرين في المية طلع معي الف مية وستين. وما الخلايا الدم البيضاء كلها اللي هي مية في المية. هتطلع معي بكام? فده ربط هنا. الف مية وستين في مية على خمسة وعشرين طلع اربعة تلاف ستمية واربعين اللي كانت اقرب اجابة لها اربع تلاف وستمية لو عملنا لها او تقريب يعني. نشوف السؤال اللي بعده اللي احنا دخلنا عليه ده. آآ تمنتاشر بيقول لي اي مما يلي ليس من وسائل المناعة الفطرية في النبات. تمام? كأنهم يقول لك ليس من وسائل المناعة التركيبية. كأنه بيقول لك كده. مين مش من وسائل المناعة التركيبية? تدعيم جدار الخلايا باللجنين او دي مناعة تركيبية موجودة اصلا في النبات. تب الاشواك التي تغطي سطح النبات برضو مناعة تركيبية موجودة اصلا في النبات. زيادة طبقات الفلين على سطح النبات. قال لي على ساق النبات دي مناعة تركيبية بتتكون نتيجة الاصابة. اما الانزيمات نزع السمية هي الوحيدة اللي مناعة بايو كيميائية وبتتكون نتيجة الايه? الاصابة. يعني ما يكونش لها اي وجود قبل الاصابة. يعني لو عايزين نفتكر مع بعض بسرعة. ممكن هنا. اه دي. الادمة الخارجية لسطح النبات في منهم الطبقة الشمعية او الشعارات والاشواج دي حاجات موجودة اصلا. الجدار الخلوي طبعا من السريولوز ومغلص باللجنين. بعد كده تكوين طبقة الفلين. الفلين ده من وسائل مناعية تركيبية كناتجة لاستجابة بالاصابة بالمرض. تمام? تكوين الفلين عشان ينزل مناطق النباتية. وكمان خدنا بعد كده المناعة البيو كميائية وخدنا من ضمنها انزيمات نزع السمية. اللي هي كانت مركبات غير موجودة اصلا بالنبات بس بيستحس انتاجها نتيجة الاصابة. تمام كده? طيب. آآ نرجع لسؤال تسعتاشر بيقول لي هنا ونركز فيه كويس قوي. اي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لعمل الاجزاء التالية من الجسم لحدوث حركة العزم عند المفاصل. عشان تتحرك لازم يحصل فيه اتصال عصبي عضلي. يبقى انا هنا ادور على عصبي وبعدين عضلي. يبقى اللي بادق بأليف عضلية ده ما ينفعش. يبقى بقى دي خلاص غلط. يبقى انا قلياف عصبية وبعدين عضلية. دب مين اللي يربط العضلة بالعزمة? روباط ولا واتر واتر? يبقى انا هنا الاجابة بتاعتني. بتاعتي. يا اما جيم يا اما دال. قلياف عصبية مشابيكة في قلياف عضلية عاملة تشبك عصبي عضلي. وبعد كده اوتار هتربط العضلات بالعزام. وبعد كده اربطة تربط العزم مع بعضها. يبقى هتبقى الاجابة بتاعتنا جين. تمام? طبعا هنا كان فيه اوطار بس هنا يبدل الاربطة ما كان العزم. لا. هنا العزم لان عشان يبقى الوطر ما بين العضلة وما بين العزم. تمام? واخر حاجة الاربطة اللي هتربط العزم مع بعضها. طب نركز في السؤال رقم عشرين. بيقول لي هنا اي العبارات التالية صحيحة عن الشكل التالي. طب تيجوا نفسر الشكل الاول. اولا انا عندي هنا الازرق ده اللي هو رقم اتنين دعبار عن الدي ان اي. وهو ملتف حوالينا الكور اللي انتو شايفينها دي بروتينات هستونية. عشان يكون نيوكلوسومات اللي بتأثر الدي ان اي عشر مرات. طيب عندنا معلومة بتقول لي علشان نحصل تضاعف للدي ان اي او عشان ننسخ منه ار ان اي. لازم يتفكي الشكل ده على الاقل للمستوى النيوكلوسومات. تمام? نشوف المعلومة الاول بعدين نكمل الاسئلة عشان بس نبقى فاهمين احنا بنشتغل على اساس ايه? عندي معلومة هنا في الدي ان ايه? في التكسيف هنجيبها بسرعة. اهو. بيقول لي ايه? نشوف كده مع بعض. بيقول لي عندما يكون جزء دي ان ايه مكسف في سورة كروماتين لتصلوا الانزيمات الخاصة بالتطاعف ويتعين فك هذا الالتفاف على الاقل الى مستوى شريط من النيوكلوسومات قبل ان يعمل دي انيه تقالب لبناء دي ان ايه او ار ان ايه. طبعا هو هنا في الشكل اه يبني ار ان ايه. طيب. يبقى انا دلوقتي ده يعتبر كده كروماتين مكسف. ده كروماتين مكسف ولازم يتفك لمستوى النيوكلوسومات علشان اقدر انسخ الشريط اللي هو ده طبعا الازرق ده دي ان ايه فالشريط اللي هو تلاتة ده هيبقى ام ار ان ايه. ومساعدة انزيم رقم اربعة اسمه انزيم بلمرة ار ان ايه او ام ار ان ايه. تمام? طبعا كده فكتت الشكل. بقول لي من العبارة الصحيحة. تتحكم البروتينات غير الهستونية التركيبية في معدل نسخ تلاتة. النسخ تلاتة ده اللي هتحكم في انزيم بلمرة ار ان ايه? وانزيمات البلمرة دي بتبقى بروتينات اقول له كده بروتينات تنظيمية. بروتينات ايه? تنظيمية مش تركيبية. طيب الجزيئات اي انزيم بيبقى بروتين تنظيم. الجزيئات واحد تتكون من تجازب الاحماض الامنية والنيوكلوتيدات واحد ده بروتينات هستونية. هي البروتينات الهستونية الواحدة هتجازب? لأ. الشكل ده كله اللي هو واحد واثنين مع بعض. بقوا كده مع بعض ازاي? من تجازب الاحماض الامينية اللي موجودة في واحد اللي هي بتبقى مجموعة الالكاية اللي بتاعتها موجبة. زي الحمضين الامنين الارجينين والليسين. تمام? مع الدي ان ايه اللي بيبقى في النيوكلوتيدات بتاعته مجموعة الفوسفات السالبة. تمام? اه. فهنا يحصل تجازب. ما ينفعش اقول له في واحد بس. يعني في واحد بس كانت بتقول لي في البروتينات بس. لأ الشكل كله على بعضه. في واحد واثنين بيحصل تجازب. واحد عنده مجموعات الكاية الموجبة. اتنين عنده مجموعات فوسفات سالبة. يبقى الاجابة بقى دي ما تنفعش. لا يتمكن الجزيء اربعة اللي هو انزيم بالمرا ار ان ايه من الوصول الى الجزيء اتنين في الكروماتين. اه. ما اقدرش يوصله هو في الكروماتين. هو يقدر يوصله لما يتفكي المستوى النيوكلوسومات. ودي لسه موريها لكم حالا في الكتاب. يبقى الاجابة جيم هي اللي صح. عدد النيوكلوتيدات المكونة للجزء تلاتة. النيوكلوتيدات اللي بتكون ام ار ان ايه بيسوى عدد النيوكلوتيدات بين نيوكلوسومين? لا هو عمتا عدد النيوكلوتيدات على ام ار ان ايه هيساوي عدد النيوكلوتيدات على شريط دي ان ايه الناسخ. ساوي عدد النيوكلوتيدات على شريط دي ان ايه اللي اتناسخت منه. تمام? يبقى الاجابة بتاعتنا الوحيدة اللي تنفع جيم وشفناها تلك دي. طب نكمل. عندنا هنا سؤال واحد وعشرين. بيقول لي ما سبب عدم تغير حجم قريات الدم الحمراء في الشخص السليم اثناء وجودها في بلازمة الدم. اه هو تغير الحجم. يا اما تنتفخ. يا اما مسلا تنكمل. وهي لو انتفخت لدرجة كبيرة طبعا بتنفجر لان خلايا الدم الحمراء دي خلايا حيوانية وليست محطة بجدار خلوي. وبتنفجر وخدنا الكلام ده في تانية سنوية. تمام? فبيقول لي السبب في عدم تغير حجم الكريات مورونة الغشيان الغشاء مارن يعني? لا السبب مش كده. تساوي اسموزية في بلازمة الدم والخلايا اه والخلايا اه. تساوي اسموزية يعني تساوي التركيز. يعني التركيز جوه الخلية ادى خلية الدم الحمراء اللي موجودة في قلب البلازمة. ادى ترك يبقى هنا تساوي الاسموزية في بلازمة الدم والخلايا تخلي. ولا فيه ان المية هتعدى للخلية ولا المية هتسيب خلايا دم الحمراء وتخرج. تمام? فما يحصلش ولا انكماش ولا انتفاخ. يبقى هنا عدم تغير حجم كريات الدم الحمراء سببه تساوي الاسموزية يعني تساوي التركيز في بلازمة الدم وفي الخلايا بتاعت الدم. طيب تركيز الزائبات في البلازمة اعلى من تركيزها في الخلايا كانت المية سابت خلايا تدم الحمراء وكانت خلايا تدم الحمراء انكمشت. يبقى هنا في الحالة دي كان يحدث انكماش. تمام? النفازية الاختيارية لاغشية الخلايا. لا مش هو ده السبب. السبب هو تساوي التركيز. طب نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو رقم اتنين وعشرين بقول ما الاستجابة المناعية التي تحدث اولا في النبات عندها تعرضه للغزو بالمايكروب. طيب هو مين اللي بتبقى موجودة في النبات بتدرك وجود الميكروب وتنشر دفاعات النبات. المستقبلات. يبقى اول حاجة بتشتغل معنا مين? المستقبلات. فبيقول لي هنا تكوين انزيمات نزع السمية. لا. تكوين طبقة الفلين والفلين. ترسيب السموغ. لا. تنشيط دفاعات النبات اه. ليه تنشيط دفاعات النبات? لان ده الدور اللي بتقوم بالمستقبلات. اهو. احنا قلنا اول حاجة بتبقى بتحس بوجود اهو. دي المستقبلات ووظيفتها ادراك وجود الميكروب وتنشيط الدفاعات النبات والتحفيز وسائل جهاز المناعة الموروسة فيه. فهتبقى الاجابة بتاعتنا داد. طيب سؤال تلاتة وعشرين بيقول لي عندما يصاب الانسان بالملاريا. فانها تقضي فترة حضانة متى تنتهي هذه الفترة. قل له عمتا فترة الحضانة دي الفترة اللي من اول ما الميكروب دخل الجسم لحد ما تبدأ بقى تظهر اعراض المرض. تنتهي فترة الحضانة. فقل له تنتهي فترة الحضانة بظهور عشان عرفة جاو بظهور اعراض المرض. تمام? يبقى بتكون الميروزيتات في الكبد لما تكونت الميروزيتات في الكبد ما كانش ظهر اعراض مرض. بتظهر اعراض المرض لما بتتفتت كرات الدم الحمراء كل يومين. تمام? فقل له بتحرر الميروزيتات من خلايا الدم الحمراء لأول مرة. آه. يبقى هي دي ليه? لان دي جابها لنا صريحة كده ان مع تفتيت بيحصل تفتيت لكريات الدم الحمراء كل يومين. نجيبها لكم بس عشان تظهر معها اعراض اهو. تتحرر الميروزيتات بعدادها الى كل يومين بعد تفتت كريات الدم المصابة وتتحرر او تنطلق مواد سامة حين از تظهر على المصاب اعراض حم الملاريا اللي هي ارتفاع درجة الحرارة والرعشة والعرق الغزيرة. يبقى الحاجات اه امتى بتنتهي فترة الحضانة بظهور اعراض المرض? تب بتظهر اعراض المرض مع ايه? مع تفتيت خلايا الدم لايه? الحمراء لأول مرة. مش باندماج الامشاج لان ده اساسا بيتم في البعوضة ولا تكوين كيس البيض لان الاتنين دول بيتموا فين? في البعوضة. واحنا عايزين ظهور اعراض مرض على الانسان. طيب اه نيجي السؤال 24 بيقول لي ايه هنا? نركز. اي من ما يلي يميز جزء تي ار ان ايه في الشكل المقابل? التي ار ان ايه جاي بالحمد الامين المسيونين على اول كودون كودون البدء اللي هو ايو جي جاي بمضاد كودون يو اي سي. تمام. قال لي لا يدخل موقع البابتضايل. لا لا يدخل ليه? هو بيدخل. يبقى انشيل لا دي ما تنفعش. يدخل لموقع الامينو اصايل اولا ثم البابتضايل ساليا? لا هو بيدخل على طول على موقع البابتضايل. يبقى دي كمان ايه? ما ينفعش. طيب يدخل لموقع البابتضايل اولا اه. ثم الامينو اصايل سانين? لا ما بيدخلش في موقع الامينو قصائي. لا يدخل لموقع الامينو قصائي اللي لسه الليل ما بيدخلش موقع الامينو ايه قصائي. في واحد يقولي لا بس استاني يا مسي مش احنا قلنا بعد ما تقر ان ايه الاولان يسيب الميسيونين وممكن يخرج ويلتقط ميسيونينا اخر. اه بس ساعتها مش هيكون في الاول هنا هيكون في نص السلسلة. انا عارفة المعلومة دي يلا نشوفها كده مع بعض عشان الناس ما تخلطش. لان انت المعلومة بتاعتك هتكون صح بس ايه مش في مكانها. فانا هوريكو حالا اهو في تخليق البروتين. ان هو قلي فعلا. بيحدث تفاعل النقل بابتداء اللي بيانتج عنه تكوين ربطة بين الحمض الاميني الاول والتاني مساعدة انزيم منشط للتفاعل عبارة عن جزء من تحت وحدة الريبسوم الكبيرة. ويصبح تي ار انيه الاول فارغا اللي هو كان شايل الميسيونين ويترك الريبسوم وقد يلتقط ميسيونينا اخر. تمام? اما تي ار انيه الجديد هو اللي بيحمل الحمضين معا. يبقى يلتقط ميسيونينا اخر اه بس مش هيدخل بيه في المكان ده. هيدخل بيه في مكان هنا في ايه في اي مكان في السلسلة مع عادة الاول. لكن هو جايب لكودون الباد. كودون الباد اتقر ان ايه اللي شايل الميسيونين ما بيدخلش غير في موقع الببتيضيل فقط. ولا يدخل موقع الامينو اسايل. تمام? يا رب نكون فهمنا. طيب سؤال خمسة وعشرين بيقول لأي الهرمونات التالية قل افرازه بعد حقن شخص بمحلول ملح. تمام محلول الملح ده بيبقى فيه سوديم كلورايد او كلوريد سوديوم اللي هو وانتو عارفين طبعا ان احنا عندنا هرمون اسمه القلوستيرون. القلوستيرون ده اللي بيعيد امتصاص السوديوم ويتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين. طيب بيقولي البراثرمون ولا تي اس تي اس اتش ولا اي سي تي اتش ولا اف اس اتش اقوله الاي سي تي اتش. هيقل افرازه لي ازا كان الشخص محؤون بمحلول ملح يعني تركيز الاملاح عنده عالي. اه فلازم الاي سي تي اتش اللي هو اللي بيروح يحفز اللي بيطلع من الغدة الفصل امام الغدة النخمية وحفز قشرة الغدة القذرية يقل افرازه على اساس الغدة القذرية او قشرة الغدة القذرية ما اطلعش او دستيرون يعمل على اعادة امتصاص السوديوم لان احنا مش بحاجة لاعادة امتصاص السوديوم. احنا طالما السوديوم كتير عندنا مش هنعيد امتصاصه للدم مرة ايه اخرى فيقل الاي سي تي اتش وبالتالي يقل افراز هرمون الالدستيرون. تمام. سؤال ستة وعشرين بيقول لي فيه الشكل الشكلين المقابلين بما يتميز الزهرة سين عن الزهرة صاد. ابص كده دي فيها ازدية وفيها كربلة في النص يعني دي خنص اقول له دي علامتها كده. تمام? طيب ودي فيها ازدية وما فيهاش حاجة في النص يبقى دي زهرة مذكرة. فبيقول لي هنا سين عن صاد يبقى سين هي الخنصة يبقى الاجابة الوحيدة خنصة زات غلاف زهري. واحد يقول لي تبانى فهمت خنصة بس ليه زات غلاف زهري? زات غلاف زهري لما يكون عندي الكأس والتويج الاتنين يصعب تمييزه من بعض ولا ايهم شبه بعض اقول عليهم غلاف زهري. لكن هنا فيه تمييز ممكن فيه اوراق خضرة وفيه اوراق تانية بيضة. الاخدر ده وليكن استبلات والابيض ده البتلات. فاحنا عندنا هنا كات معلومة في التكاثر في النبات بتقول لي لما يصعب تمييز الكأس عن التويج بنسميهم هما الاتنين مع بعض غلاف زهري زي نباتات الفلقة الواحد. اهو. يصعب تمييز اوراق الكأس عن التويج في ازهار معظم نباتات الفلقة الواحدة مثل التيوليب والبصل فيعرف هنا از المحيطان الخارجيين باسم الغلاف الزهري. فالزهرة اللي قدامي دي ما فيش تمييز ما بين الكأس والتويج فهي خنصة لوجود الاسدية والكرابل وفي نفس الوقت زيت غلاف زهري. تمام كده يا شباب? اتمنى تكونوا فهمتوا. الفيديو جان شاء الله هنكمل فيه باقي متحان سرتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.